لكن عشان نتطمن على الفريق ونشوف الاستعدادات وايضا كمان ما حدث خلال التدريب الاخير قبل مباراة بيرامدز الليلة اذهب مباشرة الى الزميل العزيز فاروق صلاح من مقر اقامة فريق النادي الاهلي للاطلاع على اخر المعلومات واخر الاخبار بالنسبة للفريق قبل مواجهة بيرامدز مساء الخير يا فاروق مساء النهور عليك زميل العزيز محمد سعيد كل التحية لكم وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان طيب استعرضت مع كل المشاهدين القائمة الاساسية اللي اختارها بيتسو مسماني عقب المارانة بالامس طبعا ما فيهاش اي مفاجآت حتى الخروج مثلا لا اجاييل انه لسه الجهزية الفنية مش جاهز للفترة اللي جاية اقرم توفيه لاعادة المسحة والاتمئنان عليه فبالتالي الواحد وعشر اللاعب يعني بنسبة مية في المية الناس كنت متوقعها هذه القائمة لكن التشكيلة هل تتوقع ممكن يكون فيه تغييرات على التشكيل الاساسي من خلال متابعتك لتدريبات الامس قبل مباراة اليوم وما لمست النهاردة كمان في فندو الاقامة قبل التحرك لملعب المباراة يعني خليني يا محمد اخد من كلامك بالامس اللي كان المباراة الاخير لمستر بيتسو مسماني واللعاب النادي الاهلي طبعا زمان تقولت افرادت ان هي مباراة بثلاثة نقاط الجهاز الفني كان حريص ان هو يتكلم مع اللعبين على اهمية اللقاء واهمية الثلاث نقاط خاصة زمان تقولت ان هي اخر مباراة قبل السفر الى قطر ويهم مستر بيتسو مسماني واللعاب النادي الاهلي طبعا ومسؤولي النادي الاهلي ان انا قبل السفر اكون على قمة الدوري وحافظ على القمة ايضا ان انا اكون مسافر وراح نجب طموحات جديدة طبعا ويهي بفوز اكيد يعني يسيب انطباع لدى الجمهير مستر بيتسو مسماني كان حريص بالامس يا محمد يعني التحضير لمباراة بابرامتزي كان مختلف بالناسبة لي للمباراة السابقة النادي الاهلي لكن في شيء فني مستر بيتسو مسماني عامله في هذه اللقاء في بعض الجمه الفنية مستر بيتسو مسماني طبعا كان حريص ان هو يعيدها اكثر من مرة ويكلم فيها مع اللعبين يعني اوقفة المران ويكلم في بعض الامور الخطاطية والامور الفنية اختص بعض اللعبين طبعا ببعض الامور كان في حديث مابين ومابين محمد شريف مع المحلل الأداء يعني بشرح له على الصبورة محمد للتحرك سواء تحركات بنت عارف لغة الكورة ولغة الإشارات ببين كلم مع محمد شريف أيضا كان فيه تعليمات لحمد فتحي تعليمات للسولاية تعليمات لديانج أيضا اختص علي معلول وأفشا وحسين الشحات خاصة فيه الكرات الثابتة رجل يعني ده وقت كتير قوي أمسي للكرات الثابتة والتركيز عليها وكيفية استغلالها هي واحد من مفاتيح اللعب المهمة جدا لمستر بيتسو مسماني في المباراة الأخيرة وبالتركيز يعني على هذه المباراة عقب المرانة زي ما أنت أعلنت محمد أن نادر أهلي أعلن قائمة مستر بيتسو مسماني القائمة اللي بتضم 21 لعب طبعا يعني غيابات النادر أهلي خلاص أكرمت فيه زي ما أنت قلت برضو إيه جابية مسحة كورونا الجني راجيه وليد سليمان طبعا للإصابة إن شاء الله خلال الفترة القادمة يكون موجود مع لعب النادر أهلي لأن الأمس ومحمد من النهاردة ومن أمس والنهاردة يفي حالة تركيز وارتفاع روح مع نواية عند اللعبين اللعبين مركزين مستر بيتسو مسماني النهاردة كان جلسات أيضا مع أفراد الجهاز الفني عايز يخفف الضغوط على اللعبين بيرفع الضغوط عن اللعبين أكيد أنت عارف المباراة على الطبع الجماهيري أو على الجمهير كلام منتظر هذا اللقاء طبعا للنادر أهلي ويمواجه فريق بيراميز أكيد طبعا يهمنا الفوز في هذا اللقاء مستر بيتسو مسماني بينظر لهذه اللقاء زيه زي أي لقاء من اللقاءات الدوري ولكن ليه أهمية أهمية أننا لازم قبل مسافر يكون معايا ثلاث نقاط النهاردة كان فيها يعقب وجبة الإفطار كان فيه اجتماع ما بين مستر بيتسو مسماني وأفراد الجهاز الفني ومستر بيتسو مسماني يعني حديثه مع محلل الأداء يوشا وموسي طبعا بيتكلم في نقاط كثيرة جدا خاصة بأداء فريق بيراميز عقب وجبة الغداء قعد في جلسة مع كابتن سامي أمصان وكيفن جونسون وميكيلي والجميع بيتناقش في أمور خاصة كثير جدا بهذا اللقاء طبعا أنت عارف الجلسات المنفردة اللي ما بين اللعبين يا محمد يعني بعض الوجبات التقاء اللعبين الجلسات ما بين اللعبين دور المهم اللي بيقوم بيه محمد الشناوي لك بريزة النهاردة حضور وليد سليمان يعني وليد سليمان حرص أنه يكون موجود هنا في فندق الفريق النادر ألي ومقر قامة فريق النادر ألي للتحفيز اللعبين والشد من أزر اللعبين وهيكون موجود إن شاء الله في المدرجات أنه يتابع ويسانة لعاب النادر ألي طبعا وليد واحد من اللعاب الكبيرة جدا وقيمة كبيرة للنادر ألي ووجوده النهاردة بيدي رسائل اللعبين أيضا التجلسات اللي بيقوم بيها اللعبين كابتن سيد عب حفيز في كلامه مع اللعبين كابتن سامي أمصان لأ طمينك يا محمد على حالة اللعبين حالة الاستعداد النهاردة طبعا يا محمد الفريق تناول وجبة الغداء في تمام الساعة التاسعة وجبة الافطار معزرة في تمام الساعة التاسعة وجبة الغداء كانت في تمام الساعة الواحدة والنصف ثم محاضرة الفنية كانت لمستر بيتسو مسماني في تمام الساعة الرابعة استمرت لأكثر من خمسين دقيقة يعني مستر بيتسو مسماني يعني واحدة من المحاضرات الطويلة جدا لمستر بيتسو مسماني يعني لسا خلصها بش من عشر دقائق أو ربع ساعة بالتحديد يا محمد يعني بالزبط من حوالي عشر دقائق أو ربع ساعة بالكتير كان مستر بيتسو مسماني أنا المحاضرة بقولك واحدة من المحاضرات الطويلة جدا يعني اللعب هي خارجة من المحاضر محمد أنت عارف فيه تركيز وفي نفس الوقت فيه روح معنوية يعني بتشوف النظرات في وجوه لعب النادي الأهلي لا فيه تركيز فيه تصميم على إسعاد جماهير النادي الأهلي طبعا زي ما أنت قلت مباراة مهمة جدا مباراة 3 نقاط زي يا زي يا مباراة في الدوري لكن انتباع اللعبين فضل محمد طيب أنت قلت نقطة مهمة جدا وليد سليمان نضم للمعسكر اليوم هل انضمام وليد لأنه بالتأكيد بعد مباراة بيرمز الفرقة هيعود للمعسكر من تالي أنه أكيد فيه يعني إجراءات احترازية خلال ال 72 ساعة اللي جاية الفرقة هيفضل في المعسكر مغلق قبل السفر إلى الدوحة يوم الجمعة القادم عندك تفاصيل أو ترتيبات بهذا الأمر خاصة بعد مباراة اليوم يعني اللي أقدر أقول لك محمد مرحلة ما بعد المباراة إن إن شاء الله هيكون في مسحة للعبين غدا إن شاء الله في الملعب التيتش يعني هي دي أقدر الأمور اللي أقول لك أو التفاصيل الخاصة بالتحضير للمرحلة القادمة إن هي في مسحة السفر إن شاء الله هتكون غدا بمشيئة اللي في ملعب التيتش لكل اللعبين إن شاء الله يعني وليد سليمان أنا يعني بغض النظر عن موضوع السفر هو وجوده النهاردة وأنه هو يساند اللعبين ويؤذر اللعبين أكيد بتدي أكتر من الرسالة ولكن أي تفاصيل خاصة بقى بأمور اللعبة اللي هتكون متواجدة فيه الصفر حتى الآن يعني هذه الأمور لم تعلن خصوص المعسكر أيضا اللي هيتمه طبعا الإجراءات الاحترازية أعيز أقولك إن فيه تجديد تام يعني مش من النهاردة ولا من مبارح لا في كل الأوقات فيه تجديد طبعا على الإجراءات الاحترازية كابتن سيد عبد الحفيزي كابتن سيمي ومصان تجديد تام للعبين إن شاء الله إن عدي هذه المباراة وإن حقق الانتصار مهم جدا ثم إن شاء الله غدا إن شاء الله يكون بقى فيه أكيد يكون بقى فيه مرة اللي عبت النهارة ويكون فيه المسحة اللي هي إن شاء الله قبل السفر والتوجه إلى قطر زميلي العزيز فاروق صلاح أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإضاحات من فندو الإقامة يمكن أطلعنا على كل التفاصيل وكل الأخبار المتعلقة بالفريق منذ أن دخل في معسكر مغلق بالأمس حتى الساعات الأخيرة صباح اليوم والاستعداد للمورات بيرامد الليلة في الدوري العام